لا حديث عن الثقافة من دون ذكر اللغة فاللغة المكتوبة والمنطوقة جزء لا ينفصل عن ثقافة المجتمع بل هي الوعاء الحامل لثقافة ذلك المجتمع وهي الوسيلة الأولى التي يعبر بها الإنسان عما يجول في خاطره من أفكار وإذا كانت الثقافة كما يعرفها الباحثون هي مجموعة السلوكيات والأفكار والمبادئ والقيم التي يتبنىها الإنسان في حياته فإنه لا يتصور أي تناقل للأفكار والمعارف بين الناس من دون اللغة مكتوبة كانت أو منطوقة ليعبر ذلك عن عمق العلاقة بين الثقافة واللغة فلا ثقافة بغير لغة ولا لغة بغير ثقافة وبالنظر إلى المجتمعات العربية فإن الأمر يأخذ أبعادا أكثر عمقا فاللغة العربية لا تعد فقط أداة للتعامل الاجتماعي وإنما تأخذ أهميتها القصوى من كونها لغة القرآن الكريم فبات الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة النبوية مشروطا بعدة أمور من أهمها الإلمام باللغة العربية وعلومها ما يعني أن تعميق الوعي بقيمة اللغة العربية يرتبط باستعادة وتعميق الهوية والثقافة الإسلامية للأمة لسيما في ظل ما يواجهه العرب من انحسار حضاري لصالح المخرجات الثقافية الوافدة من المجتمعات الغربية في إطار العولمة وثورة المعلومات اللغة والثقافة إذن لا تنفصلان فمن أراد تعميق وعي الأمة واستعادة مجدها النابع من الهوية والثقافة الإسلامية فعليه أولا استعادة الفهم الصحيح للدين وأول المراحل في ذلك الاهتمام بتعليم اللغة العربية والتوعية بأهميتها وقيمتها ضمن المنظومة الثقافية للأمة العربية الحاضنة الأولى والأهم للحضارة الإسلامية